اشتركوا في القناة بممثل الاتحاد الافريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا رئيس والجمهورية الصيد عبد المجيد تبون يستقبل البروفيسور إلياس ذرهوني المستشار لدى الوكالة الوطنية للأمن الصحي اطلقوا البوابة الحكومية للخدمات العمومية خطوة واثقة نحو تحقيقية التحول الرقمي أو محاربة البيروقراطية ومكسب يقرب الإدارة من المواطن ويرشد النفقات العمومية التأكيد على التزام الجزائر ودعمها الكامل لتطبيق الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية والمراهنة على وحدة الصوت الافريقي في الهيئات الدولية خلال أشغال الندوة التاسعة الرافعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا تفاصيل النشرة أهلا بكم من جديد بداية إذن نستقبل أمس رئيس والجمهورية سيد عبد المجيد تبون البروفيسور يلياس زرهوني المستشار لدى الوكالة الوطنية للأمن الصحي اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف ورئيس وكالة الأمن الصحي كمال سنعج كما تحادث أمس رئيس والجمهورية سيد عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية الكونغو برزافيل السيد دونيس ساسونغيسو حول وقع العلاقات الثنائية وأفاق التعاون مؤكدا بالمناسبة ذاتها دعم الجزائر ووقوفها إلى جانب ممثل الاتحاد الإفريقي من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا متمنيا له التوفيق في تحقيق هذا المسعى النبيل وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في الموضوع آخر أشرف أمس الوزير والأول أيمن بن عبد الرحمن بالمركزية الدولية للمؤتمرات عبداللطيف رحال أشرف على إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووسيطية الجمهورية إلى جانب رؤساء هيئات ومؤسسات وطنية الوزير والأول أكد أن هذه البوابة التي تضم أزيدا من 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة ل29 قطاعا وزاريا تعد تجسيدا لالتزام آخر من الالتزامات السيد رئيسي الجمهورية لتحقيق التحول الرقمي في الجزائر تعميم استعمالي التكنولوجيات في الإدارات والمؤسسات من أجل تقديم خدمات عمومية نوعية متاحة للجميع يطيب لي أن أشارككم جميعا اليوم هذه المناسبة للإشراف على فعاليات الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية التي تعد خطوة هامة على درب تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي التزم في تعهوده رقم 25 بتحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في الإدارات والمرافق العمومية وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي وكرست الحكومة في مخطط عملها في الجانب المتعلق بأسرانة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن لا سيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع بصفة هانية بغض النظر على البعد المسافات التي طالما كانت عائقا وعانى منها المواطن كثيرا البوابة الحكومية للخدمات العمومية محطة فارقة في مجالي الدفع بمسار الرقمنة في الجزائر التقرير لنجو جدي خطوة كبيرة ونوعية تقطعها الجزائر في مصار التحول الرقمي وعسرانة الإدارة تجسيدا لركائز الحوكمة الإلكترونية التي تمثل إحدى التزامات السيد رئيس الجمهورية فبعد مصار رقمي كبير شهدته كل القطاعات الوزارية بتوجيهات علية وحرص من الحكومة يأتي إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية كتتويج لذلك بوابة رقمية تتضمن 322 خدمة تابعة ل29 قطاعا وزاريا لها أبعاد تنموية مترامية الأهداف سهر على إنجازها طاقم شباني إطلاق رسمي للبوابة الحكومية للخدمات المرقمنة التي تحققت بفضل تضافر الجهود الحديثة لمجمل قطاعات الوزارية المعنية بغية السهر على توفير خدمات عمومية رقمية نوعية ومؤمنة البوابة الحكومية هذه تسمح للمواطنين والمتعاملين والجمعيات من الوروج الموحد إلى مجمل الخدمات المرقمنة وكذا المعلومات الإدارية المبسطة قدم البوابة الحكومية الخدمات العمومية إمكانية البحث عن الخدمات داخل القطاعات الوزارية مباشرة وذلك بعرض مختلف الخدمات لكل قطاع وزاري حسب تصنيفها سنجد أن هناك بعض الخدمات التي ذكرت اسمها أمامها إجراء إذ أنها تبرز إجراء إداري بحيث تم تحتوي البوابة على مختلف المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية من شرح مبسط للإجراء إلى شروط المنح إلى الهيئات والمصالح المعنية الوثائق المطلوبة مدة المعالجة وحتى السند القانوني الخاص بها هذه البوابة ستكون مصدراً موثوقاً ورسمياً وستمكن بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السبرانية المتزايدة قصد تقديم خدمات عمومية نوعية مسارات الجزائر السياحية منصة رقمية تسهل عملية البحث عن المواقع السياحية في الجزائر التعريف بها المنصة تحصي أكثر من ألف مسار سياحي عبر مختلف مناطق الوطن والربروتاج لهشام سعدوتس الاعتماد على النت ووسائط التواصل الاجتماعي وسائل الاتصال التكنولوجية أصبح ضرورة ملحة للترويج للسياحة المحلية بعد الشروع في رقمنة القطاع سجل هذا المشروع مشروع رقمنة المسارة السياحية في مخطط عمل الحكومة واعتمد في ورقة طريق القطاع فعملنا في ظرف قياسي على جمع كل المعطيات الموجودة على مستوى 58 ولاية على مستوى الوطن من خلال جرد كل المواقع السياحية المنتشرة عبر تلك الولايات وتجميعها في قاعدة معطيات وتحويل تلك القاعدة وتلك المادة التي تم جمعها إلى مسارات سياحية مسارة الجزائر السياحية منصة رقمية أطلقتها الوصاية لأجل تطوير القطاع أكثر المنصة أو الموقع متاح لكل الباحثين عن مواقع السياحية عبر ربوع الوطن توفر خيارات كثيرة ومتنوعة للمواقع السياحية ومسارتها بشكل سهل وسلس عند تصفح وبثلاث لغات مرفقة بصور وفيديوهات لكل المواقع سميناها موضوعاتية أي أنها تعالج مواضيع مختلفة في مجال السياحة ونجد مختلف الميادين في هذه المسارات السياحية تجد في مجال السياحة الدينية تجد في مجال السياحة الثقافية تجد في مجال السياحة الإيكولوجية واكتشاف الطبيعة تجد في مجال سياحة الذاكرة وغيرها من ميادين السياحة أو منتجات السياحة المتنوعة الترويج للمقاومة التي يزخر بها بلدنا القارة بتنوعه الكبير أيكولوجيا وثقافيا وفوكلوريا سيمكن من تطوير السياحة الداخلية وجذب الساح الأجنبي والمساهمة في تنويع مداخل الاقتصاد الوطني في شأن البرلماني أشرف أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغاري على فعاليات اليوم البرلماني الموسوم بدوره المعارضة في بناء الجزائرية المنشودة والذي نشطه أساتذة جميعيون مختصون في علم الاجتماع السياسي والقانوني الدستوري حضر البرلمانيون وبعض رؤسائي وممثلي الحزاب السياسية وكذا ممثلوا بعض المنظمات الوطنية وفاعلين من المجتمع المدني بالمناسبة كتب إبراهيم بوغالي على الضمانات التي يكفلها الدستور للقوى السياسية في الجزائر مسمنا ما تطرحه المعارضة الإيجابية من برامج أفكار تصب في مصلحة الوطن وخدمة الشعب مهما تباينت واختلفت مع غيرها الجزائر اليوم المختلفة سواء على مستوى القوانين وهي التي نص دستورها صراحة على دور المعارضة أو على مستوى السلوك الممارسة وهي تفتح في كثير من الأحيان أبواب الحوار والتشارل الجميع إيمانا منها أن الجزائر يبنيها الجميع مثل ما حرها الجميع الجزائر اليوم تتجه إلى تكريس الفعل الديموقراطي بقوة بقوة طرح وبصدق عزيمة وهو ما يؤكده في كل مناسبة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بل وتجسد ذلك بالدليل والبرهان وما الانتخابات التي أعقبت تسكية الشعب للدستور إلا دليل على صدق الإرادة السياسية وما نالته المعارضة من حيز تمثيلي في الانتخابات البرلمانية والمحلية وبالشفافية التي شاهدت لها الجميع إلا تكريس القانون وانسجام مع الخطاب وفي هذا الصدد لا بد من تثمين الدور الذي قامت به المعارضة الإيجابية التي تعمل على إقناع المواطن ببرامجها وما تطرح من أفكار من المؤكد أنها تصب في مصرحة الوطن وخدمة الشعب مهما تباينت واختلفت مع غيرها ترى سامسي الوزير والأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة درست خلاله عددا من مشاريع القوانين في خمسة قطعات حيث درست الحكومة في مجالية المالية مشروعا تمهديا لقانون متعلق بالنقد والقرض باقتراح تعديلات تكيفه مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنت مهن تسيير البنوك في مجالية التجارة درست الحكومة مشروعا تمهديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية في إدار الإصلاحات الاقتصادية التي بشرتها سلوطات العمومية لتسهيل فعل الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية أو تقليص آجال إنشاء المؤسسات أما في مجالية التربية الوطنية فدرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي تضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية والسيانتها لتدرس في مجال الضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا وأخيرا درست الحكومة حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان أكد المشاركون في الندوة التاسعة رافعت المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي انطلقت أشغالها أمس بوهران أكدوا على ضرورة إسماعي الصوت الإفريقي الموحد في مجلس الأمن للأمم المتحدة مع تعزيزية التعاون لمواجهة التحديات التي تواجهها القرى وأن الجزائر ستوصل الاصطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا والتغطياني مسين حامي التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في القارة الإفريقية الميولات الإيديولوجية والتغيرات الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط ومساعي المرافعة بصوت واحد على المستوى العالمي بخصوصها لا سيما داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجدت لها أفاقا واعدة في الندوة السنوية التاسعة رفيعة المستوى التي نظمت بوهران لترقية السلم والأمن في إفريقيا ودعم الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممية إن مثابرتنا في السعي لتحقيق هذا الهدف النبيل تكتسي اليوم أهمية قصوى بالنظر لما يشهده العالم من توترات متزيدة واستقطاب متساعد على خلفية أزمة كبرى تهدد بإحياء أحد أحلك فصول تاريخ البشرية الجمع بين الأطراف الرئيسية المعنية بحلحلة الأزمات والتوترات المتزايدة في إفريقيا تكتسي أهمية قصوى خاصة بعد أن كشفت الظروف الجديدة عن نقاط ضعف هيكلية للنظام الدولي المتعلقة بصيانة السلم والأمن بالتأكيد على الحاجة الملحة لنظام تعددي تشاركي شامل ومتوازل لمواجهة التحديات الدولية الجزائر عملت على أن يكون لإفريقيا مكانة مرموقة مع هذه المواقف المسجلة في كل مرة فهي كانت دائما سباقة للعب هذه الأدوار يجب علينا جميعا إيجاد نموذج جديد وتحديد حلول جديدة وأظن أن الطرق المثلة والطرق الوحيدة من أجل تطبيقها بفعالية هي الشراكة والتبادل بروح مثالية والعمل المشترك وهذا بالتأكيد في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مسار وهران تواصل الجزائر للطلاع بدورها الرئيس كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا لدعم تنفيذ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية وعلى هامش أشغال هذه النتوى استقبل وزيرها الخارجية والجارية الوطنية بالخارج المطلع عمامرة وزيرة الخارجية لدولة نيجيريا جيوفري إنياما كما استقبل العمامرة مساعدة الأمينية العام المكلف بعمليات السلام في الأمم المتحدة جون بيار لكوا في محادثات نعلن في راهد أحية الجزائر مساء أمسي فعاليات اليوم الإفريقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللاطف رحال حمل هذا الحدث الإفريقي شعار دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الشمول المالي الرقمي هذا بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عضائي من الطاقم الحكومي ووزراء أفارق بالمناسبة كده وزير البريد أن الجزائر تخطو فطوات ديناميكية على أصعدة المتعددة يؤهلها إلى لعب دور فاعل على المستوى المحلي وأيضا في دفع عجلة الشمول المالي إفريقيا الموضوع لخصاته إفريقي للاتصالات لهذا السنة لاحتفال هذه السنة وموضوع الشمول المالي باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محظوظ أنه عنده الجزئين عنده الجزء تعلبنية تحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال اللي هي البنية التحتية للاتصالات والأنترنات وعنده كذلك من خلال مؤسسة بريد الجزائر فاعل هام استراتيجي في ميدان الشمول المالي نظمت المديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع الوطني أمس نظمت ملتقا وطنيا تحت عنوان التطور التكنولوجي والمعياري للزيوت ومواد التشحيم والصعوبات اللوجستية الملتقى نظم بنادي الموقع للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى والتقرير لوليد ساري ملتقى وطني تحت عنوان التطور التكنولوجي والمعيار للزيوت ومواد التشحيم والصعوبات اللوجستية على مستوى نادي الموقع للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى وأشرف على افتتاح هذا الملتقى العميد المدير المركزي للوقود لوزارة الدفاع الوطني بحضور ممثلين عن مختلف قيادات القوات هيكل وهيئات الجيش الوطني الشعبي وكذا الهيئات الوطنية على غرار سلطة ضبط المحروقات شركة سوناتراك وشركة نفطال إضافة إلى باحثين وأساتذة جمعيين يسعدني أن يحضر هذا الملتقى ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة في هذا المجال وهذا ما يترجم حقا مستوى التعاون الوثيق الذي يطبع علاقة العمل بين الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية وأعلن رسميا عن افتتاح الملتقى الوطني للمديرية المركزية للوقود تحت عنوان التطور التكنولوجي والمعياري للزيوت ومواد التشحيم والصعوبات اللوجستية خلال هذا الملتقى تم إلقاء محاضرات من طرف مختصين عسكريين ومدنيين تتناول المسائل متعلقة بالتطور التكنولوجي والمعياري لمواد التشحيم حيث كان هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات المكتسبة بين المشاركين ومناقشة المعارف المرتبطة بإدارة الصعوبات اللوجستية في هذا الصدد تم الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات لمسائرة التطور الحاصل في هذا المجال بصورة مستدامة وإيجاد الحلول لمواجهة هذه الصعوبات في إخبار العدالة وفي إطار محاربة ظاهرة الممارسة غيره القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي عملا بإحكام المدة الحدية عشرة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكل الجمهورية لدى محكامة يشراق الرأي العام أنه تمت متابعة المدعوين ميمياء، لامزاي، غينحين، حاء وباميم حالتهم مقاض التحقيق بموجب طلب افتتاحيا لإجراء تحقيق من أجل ممارسة مهنية صحة بطريقة غير شرعية مخالفة الأحكام المنصوصة عليها بالمدة 230 من القانون المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية المصادقة على المستلزمات الطبية عرض للبيع والبيع عن طريق الاتصالات الإلكترونية لمتجات سيدلانية جنحة استعمال صفة حددت السلطة شروط منحها طبقا لنص المواد سفر ثلاثة ثلاثة وسبعين والسابعة والثلاثين من القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية المدة 230 واربعمائة وستة عشر واربعمائة وستة وعشرين من قانون الصحة المدة مائتان وثلاثة واربعين من قانون العقوبات السيد قضي التحقيق وبعد سماعه للمتهمين أصدر أمرا بإداعهم رهن الحبس المؤقت في سيقيا الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجرمة المنظمة بكل أشكالها نفذت محادات ومفارز لجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الستدس ديسمبر 2022 نفذت العديد من العمليات التي أسفلت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة الاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خمسة عناصر دعم للجامعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة وموصلة للجهود الحثيفة الهادفة التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية 64 تاجر مخدرات ضبطت 18 كيلوغراما ونصف كيلوغراما من الكيف المعالج 323 ألفا وستمائة وثلاثة عشر قرصا مهلوسا وبكل من تامونراس وبرجباج مختار وإنجزام وجنات وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مائة وخمسة وخمسين شخصا ضبطت إحدى عشرين مركبة ومائة وخمسة وخمسين مولدا كهربائيا ومائة واربع وعشرين مطرقة مطرقة ضغط تسعة أجهزة للكشفية عن المعادن خمسة عشر قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة هذا بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير أجهزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقيف إثنى عشر شخصا ضبط إحدى عشرة بندقية صيدا حج ثلاث مسدسات آلية كميات من المواد الغذائية المواجهة للتهريب والمضاربة تقدر بخمسة وعشرين طن ثمانية عشر قنطارا من مدة التبغ خمسة عشر ألفا سبعمائة وعشرين وحدة من مختلف المشروبات هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني كما أحبط حرسو الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بسبعة عشر ألفا تسعمائة وستة وأربعين لترا بكل من تبسا وسجراس الطرف وبشر من جهة أخرى أحبط حرسو السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية أنقذوا واحدا وسبعين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف مئة واثنتين وأربعين مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني من جهة أكشفت المديرية والعمل للأمنية الوطنية عن تفاصيل المخطط الإجرامي لقضية الاستغلال الجنسي لأطفال الابتدائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي نصجت خيوطه انطلاقا من المغرب مدعوما بشهادات حية للظالعين في القضية يواصل المخزن المغربي عماله الدنيئة وهذه المرة في عملية تعد الأخطر من نوعها وحجمها خاصة وأنها مست البراءة من تلميذ المدارس الابتدائية قصد استغلالهم والتحرش بهم جنسيا عبر المنصات الاجتماعية الجريمة التي يندلها الجبين تفطن لها عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السبيرانية للأمن الوطني وفي سابقة خاطيرة لم يتم تسجيلها من قبل نشاط إجرام خاطير استهدف المساس بالأخلاق والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال وهذا من خلال إنشاء العديد من المجموعات عبر موقع الفيسبوك بتاريخ 16 نوفمبر 2020 استهدفت فئة الأطفال متمدرسين بالمدارس الابتدائية تحريات التي قامت بها مصالحنا يوم وساعة إنشاء هذه المجموعات مكنت من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراءها والمقدر عددهم بعشرين شخص تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و29 سنة تنشط ضمن شبكة دولية من بينهم 11 مسير و7 أعضاء بالإضافة إلى شخصين من دولة المغرب تمثل دورهما في المشاركة في تسيير هذه المجموعات ونشر المضامين المسيئة سيناريو دسيس من نسج وإخراج نظام المخزن بدس السموم واستغلال بعض أعضاء الشبكة التي أثبتت التحقيقات تورطهم في هذه الجريمة النكراء التي تستهدف أطفال الابتدائي وتستغلهم جنسيا كيف تستهدف أطفال الابتدائي وتستهدف أطفال الابتدائي؟ كيف تستهدف أطفال الابتدائي وتستهدف أطفال الابتدائي؟ المتورطون في قبضة الأمن ولا رحمة مع من يتخطى حدوده ليعبث بالقيم الروحية والأخلاقية لأطفال الجزائر هو المخزن لا يرعي أخلاق الأمم وبراءة المجتمع وصناع الحضار بالأمن سخان القضية الفلسطينية واضطهد حقوق الشعب الصحراوي واليوم يمارس القمع على ابناء جلد تهبل نحبته التربوية تقرير هشام سعدود المعلم الذي كاد أن يكون رسولا يهان في المغرب نظام المخزن هناك بحكومته المفلسة يذيقه أشد أنواع المذلة والتنكير والقمع والاعتقال والحيف إنزالة وتوافد كبير للأساتذة وشغيلة التعليم وكل أطياف الشعب على شوارع مدن فاس مراكش والعاصم الرباط تضامنا مع زملائهم الموقوفين وتزامنا مع موعد محاكمتهم فلا المطر ولا التذيق حال دون تجمهرهم غريب الأمر أن هذه الأساتذة تتحكمه وحد تهام اللي لم يفهمناش إذا كان تجمهر غير مسلح وهذه التهام فما عرفت أننا باش نكونوا مغاربة خاصة نخرجوا الشارع غير من أجل الفرح لاحظنا أن الجامعير خرجت وفرحات من أجل المنتخب وعمرت الشوارع فهو نفس التهام اللي خرجوا به الأساتذة اللي تذروا وخرجوا طالبوا به المطلب آدي إدانة الأساتذة الموقوفين بالسجن وغرامات مالية ظلما وجورا مع تصريحات إحدى الأستاذات القوية واتهاماتها أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي كل ذلك أشعل غضب المنتسبين لقطاع التعليم الذي يتعمد انتهاج سياسة الطماطل واللا مبالاة مع صمت حكومة أخنوش وهروبها من المواجهة الشجاعة بل أضحت أجبن من النعامة لحل مشاكل الشغيلة والاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزان رقم عشرة طالب بالتعجيل بحل مشكل هذه الفئة نحن في التنسيقية لازمنا صامدون لازمنا تمسيكون بإسقاط تهم على هذه الأساتذة الأساتذة التي يخرجوا بشكل سلمي وحضاري وطالبوا بحقهم في الوظيفة العمومية والإدماج أسلاك في الوظيفة العمومية ونحن مستمرون دائما وإذا أبنا نتفاجأ بالمحاكمة السورية والماراطونية التي لا أسس لها بالمنطق القانوني وبالمنطق الحقوقي تنسيقية الزنزان رقم عشرة ضربت موعدا للغضب العارم والاحتجاج العاصف يوم العاشر من هذا الشهر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان حقوق لم يعد للشعب المغربي المغبون منها سوى الهم والغم والنصف خلال مشاركة أمس في أشغالي حزبي الثورة التنزاني أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي في كلمة ألقاها بالمناسبة أكد على موقف تنزانيا المدافع عن حق الشعبي الصحراوي الثابت في ممارسة تقرير المصير واستكمال السيادة على كامل أراضيه وتصفية آخر مظاهر الاستعمار من القارة الإفريقية مبرزاً العلاقات الوطيدة بين الجمهورية العربية الصحراوية وجمهورية تنزانيا الاتحادية إنه موقف مبدئي راسخ تبنته تنزانيا مبكرة وبحزم واستمرارية منذ اندلاع الكفاح الوطني الصحراوي التحرري ضد الاستعمار الإسباني ثم ضد عدوان الجيران بعد ذلك واحتلالهم لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية العضو المؤسسي في الاتحاد الإفريقي بصفرة الجمهورية العربية الصحراوية نظمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وقفة تضامنية مع شعب الصحراوي لتجديد الدعم والتآذر تزامنا والقرار الأممي الصادر قبل 63 عاما الذي ينص على منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة التضامن مع القضايا العادلة هو في الجزائر التزام يجسد على أرض الواقع وتوثقه كاميرا الفن السابع في الفيلم وان بيك عمل سينمائي لمخرجه رابح سليماني يروي معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي الجائر والتغطية لمحمد عيش القضية الصحراوية وحقوق الإنسان من النضال السياسي إلى النضال السينمائي هذا ما جسده فيلم وان بيك بنجاح في عرضه الأول بقصر الثقافة مفتي زكريا هو فيلم يعالج قضية صحراء الغربية ويحكي قصة طلبة مدرسة سينما صحراوية بالمخيمات اللي يصوروا مشروع فيلم التخرج ومن خلال هذا الفيلم هم يحكيوا معاناتهم ومقاومتهم ونضالهم ويوصلوا صوتهم ويوصلوا القضية الصحراوية للعالم حاولنا يعني إيصال صوت الشعب الصحراوي من خلال هذا الفيلم ودمج فيلم آخر يعني فيلم ضمن فيلم يتحدث عن جدار الجدار المغربي لقسم الشعب الصحراوي إلى قسمه الفيلم يروي قصة شباب يصورون فيلما سينمائيا يسرد معاناة الشعب الصحراوي وحياته اليومية من عدة جوانب في ظل الاستعمار المغربي فيلم يدافع عن قضية وهو جد مهم وخاصة أنه يسمح لنا أن نكتشف مجموعة من الطلبة يمارسون السينما في المخيمات الممارسة السينمائية تبقى جانباً مهماً للقضية الصحراوية التي تنقلها إلى العالم من خلال عدسة الكاميرا والجزائر بلد السلم والسلام تجسد ذلك في احتفالات أسبيبا احتفالات المواحة جونات بإليزي ووصل صداها للعالمية وصنفت ذمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي العالمي إبراهيم برخير والمسجد بين هذه المناظر الأسرة وقبل قرون مضت تعاقدت قبيلتين على الصلح والسلم والتواصل بعد عدائية دامت طويلاً جداً إنها روايات شفوية تحكي قصصاً عن الحرب الضروس التي فرقت بين أعرق قبيلتين في المجتمع التارجي ليتوصل أهل المهان وزلواز إلى اتفاق صلح تاريخي تعكسه لوحات فنية فلكلورية لينجح بذلك عقال جانيت في وقف الخلاف وجعل الذكرى محطة ثقافية بارزة تلخص زخماً تاريخياً صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً سفيراً لثقافة الرجل الأزرق اليوم السبيبة كل واحد يعلم بطاقة عالمية وعيد وطني بالنسبة للجزائريين وعيد وطني خاص بالنسبة لسكان جانيت لأن هؤلاء الناس هم المحافظين على هذا التراث وهم الشدين لمدة قرون وقرون أكثر من 3000 سنة تشكل مجموعات الرقص والموسيقى والغنى أفوسيفزاء رائعة من الألوان والأشعار والحركات البارعة المنسجمة إنها السبيبة أهالي أرى مشدين فيه لأن هذه عادة على المدينة عادة على سكان مدينة الجانت أرى مشدين فيه محافظين عليه سواء الشيوخ سواء الشباب ووراكم تشوفوا أنتم روحهم كصحافة بالكاين يعني الخليفة شوفوا الشباب هذا الصغار الأولى دليل على أن كاين استمرارية منافسة بين أجمل السطرات ذات اللون النيلي والمجوهرات الفضية الثقيلة أبرزها الخميسة الفضي المكونه من مثلثات والسيوف المنحنية التي ترافق أهازج النسوة المصحوبة بالضرب على القونغا وترجال الأغاني التي تروي قصص الماضي الغابر وحكايات عن الحرب والحب عندما نرى السبيبة تلقى عبارة على زخم كبير من الفنون هناك فن الرقص وهناك فن التزيين وهناك فن التلبيس والجميع ينتظره إعلان اسم الفائز بشرف ارتداء اللباس التقليدي المقدس وهو قناعة كومبوت اللقب المشرف لمدة عام مقبل أسبيبة لوحة فنية متكاملة تعرض في مصرح الدغية على الهواء الطلق وتلخص تاريخ أزمنة غابرة أسبيبة موروث ثقافة وهوية وعلى جمالي هذه اللوحة الفنية نفترق شكرا لكم على كرم المتابعة ليلتكم هادئة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر